بعد أيام على التهديد بتوجيه ضربة عسكرية قاسية لقطاع غزة شن جيش الاحتلال سلسلة غارات استادفت مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية ما ألحق أضراراً مادية هذه الغارات تأتي بعد أطلاق صاروخين من القطاع باتجاه الأراضي المحتلة حيث سقطا على منازل المستوطنين في مدينة بئر السبع التي تبعد 41 كم عن القطاع ما أدى إلى وقوع ثلاثة إصابات تم نقلهم للمستشفيات بينما هرع سكان المستوطنات إلى الملاجئ ولم تقتصر غارات الاحتلال على مواقع المقاومة فقد أفيد عن استشاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين بعد استداف مجموعة من المدنيين من خلال طائرة استطلاع فيما دع جيش الاحتلال بأنه استدف من وصفهم بالإرهابيين الذين كانوا يعدون لإطلاق صاروخين باتجاه المستوطنات ومع قطع رئيس هيئة الأركان في جيش الاحتلال جادي إزنكوت زيارته إلى الولايات المتحدة أمر وزير الحرب أفيكدور ليبرمن بإغلاق معبر إيريز للأفراد ومعبر كرم أبو سالم للبضائع أما رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياه فأكد في جلسة لتقييم الأوضاع في قطاع غزة أن الاحتلال سيرد بقوة كبيرة لوقف الهجمات من القطاع إذا لم تتوقف ومع دخول مصر على خط وقف التوتر كشف مصدر في حركة حماس أن المقامة تجري تحقيقا لمعرفة هوية مطلقي الصاروخين مؤكدا أن الهدف من أطلاقهما هو عرقالة جهد التهديئة التي تقودها القاهرة ترجمة نانسي قنقر